ماذا سأتعلم من دمس اليوم؟ أولاً لاحقت الأوزاقلاشما ما هي؟ أيضاً سأتعلم استخدامها مع الكلمات المنتهية بإحدى هذه الأحرف أيضاً سيكون لدينا من أين؟ من من؟ لدينا أيضاً سيكون بعض الأمثلة المتعلقة بمن؟ الكلمات المفتاحية نستطيع كتابة أوزاقلاشما هالي ونستطيع أن نقول أيضاً أو أض دورومو أو اسيم هالي بداية تنطلب أوزاقلاشما دورومو تأتي بمعنى حادث التباعد تقابلها من اللواحق في اللغة العربية من؟ أوزاقلاشما اكي لاحقة التباعد لكون نحن هون في عنا لاحقة تأتي بمعنى من يمكن أن تكون دان يمكن أن تكون تان ويمكن أن تكون دان أو تان حسب ماذا؟ حسب الصوتي المتواجد في الكلمة يجب أن يكون الصوتي هنا عند استخدام الدان أو التان يجب أن تكون هذه اللاحقة مسبوقة بإحدى هذه الأحرف الكالن أ أ أو أو بينما الدان أو تان يجب أن تكون مسبوقة بإحدى هذه الصوتي الخفيف أ إ أو أو يعني عند النظر إلى الكلمة يجب أن تطبق القاعدة حسب آخر حرف صوتي في الكلمة لدينا هنا بعض الأمثلة نلاحظ أفدان 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 تأتي بمعنى من البيت نلاحظ هنا الصوتي أ يوجد صوتي واحد في الكلمة أف نلاحظ صوتي هو الإنجل لذلك قمنا بتطبيق القاعدة أفدان من البيت نلاحظ طلاب حسب الصوتي هنا الإنجل أفدان قمنا باستخدام دان أفدان من البيت لم نقول أفدان نلاحظ قلنا أفدان الصوتي هو هنا الإنجل لذلك قمنا بتطبيق هذه القاعدة لدينا هنا أيضا ملاحظ سنكتب القاعدة هنا الكلام أ أ أو أو يجب أن تأخذ دان بينما أ إ أ أو يجب أن تأخذ دان نكبر المانيا المانيا الصوتي هنا هو الآ كلمة مؤلفة من سلاس مقاطع صوتية المانيا يجب تطبيق القاعدة حسب الصوتي السادس في الكلمة نلاحظ دان ألمانيا دان نلاحظ الصوتي آ قمنا باستخدام هنا الدان يجب أن يكون لدينا توافق صوتي يجب أن يكون لدينا هنا توافق صوتي الآ كالن سبقات في كالن بانكا نلاحظ أيضا هذه الكلمة انتهت بالآ لذلك قمنا بتطبيق القاعدة بإضافة دان نلاحظ هون دان يجب أن تسبق بآ أو أ أو 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 كالن بانكا دان من البنك باهتي تتألف في المقطعين صوتيين منلاحظ الصوت الأول هو الآ بينما الصوت الثاني هو الآ تطبق القاعدة حسب الصوت الثاني في الكلمة الإنجة الآ لذلك لذلك قمنا بإضافة دان تصبح لدينا هنا من الحديقة بحتي دان بحتي دان ألي ألي أيضا كلمة مؤلفة من صوتيين الأول كالن هو الآ بينما الثاني هو الآ لذلك قمنا بتطبيق القاعدة حسب الصوت الثاني في الكلمة هو الآ ألي دان إنجة يجب أن تأخذ هنا ماذا؟ إنجة نلاحظ الآ يجب أن تأخذ بعدها دان ألي دان مين علي أقول دان مين المتقسة؟ نلاحظ هنا الصوتي أو هو الكالن يجب أن نستخدم هنا دان بالتوافق الصوتي الكالن يجب أن يأخذ كالن أقول دان أقول دان مصة تأتي بمعنى طاولة مصة دان من الطاولة أيضا كلمة مصة تأتي بمعنى طاولة هنا الآ الصوتي الثاني قمنا باستخدام بإضافة لاحقة الأزواء كلاشمة هي الضان بابام دان بابام أبي الصوتي الثاني هو الآ آخر حاجة في صوتي في الإسم لذلك قمنا باستخدام هنا دان بابام دان مين أبي نلاحظ طلاب أفدان علمانيا دان بانك دان بحجة دان آل دان أكول دان مصة دان بابام دان لدينا أيضا آل نيم دان آل نيم دان من أمي كلمة آل نيم مؤلفة أيضا من مقطعين صوتيين الأول هو الآ بينما الثاني هو الآ تطبخ القاعدة تطبخ القاعدة حسب الصوت الثاني في الكلمة الإنجة يجب أن تأتي بعدها إنجة تصبح لدينا هنا آل نيم دان آل نيم دان من أمي آسلان اسم حيوان هو الأسد آسلان دان آسلان دان شانطة شانطة دان من الحقيبة دكان دكان دان من الدكان آدنة اسم مدينة أقول من آدنة ما اللاحز هنا طلاب الصوتي الآ طبخ القاعدة حسب الصوتي الأخير في الإسم آدنة دان من آدنة هاستاني هاستاني كلمة مؤلفة من ثلاث مقاطع صوتية قمنا بتطبيق القاعدة حسب الصوتي الآ الصوتي الثالث في الكلمة هو الآ لذلك قمنا بتطبيق القاعدة هنا الآ الصوتي إنجة يجب أن نستخدم هنا دان ما اللاحز هاستاني دان من المشفى آدنة دان من آدنة دكان دان من الدكان چانتا دان من الحقيبة أصلا دان من الأسد النم دان من أمي التقييم الأول لدينا هنا طلاب لدينا هنا بعض الأمثلة أرتمان معلم أوضة تأتي بمعنى غرفة فاطمة 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 يعني تأتي بمعنى سحابة هنا السؤال هنا السؤال مصطفى حمود نحنين مصطفى مصطفى هون نحن مع بعض الكلمات بدنا نضيف دان أو دان تفضل استاذ أول كلمة دان نعم نقول ما معناها ما معناها من المعلم من المعلم نعم الكلمة الثانية أوضة أوضة دان كويس أوضة دان مصطفى نحن هون لش استخدمنا دان ما قلنا دان أوضة دان استاذ حرف الصوت في آخر الكلمة كويس طالما قلن يجب أن نستخدم قلن فاطمة فاطمة دان كويس فاطمة دان شاك مجا تأتي من السحابة دان شاك مجا دان كويس مصطفى عندك شي سؤال مصطفى استاذ بس آخر فقراب ممكن تشرح لنا نعم نعم مصطفى تمام هون لدينا بعض الكلمات نلاحظ أنيم أنيم تأتي بمعنى أمي أصلي كلمة أني ومن ثم المي للملكية هي لإياليك الدان تأتي بمعنى مين نلاحظ كلمة أنيم مؤلفة من مقطعين صوتيين يجب أن تطبق القاعدة حسب الصوت الثاني في الكلمة إذا كانت الكلمة من مقطعين صوتيين تطبق القاعدة حسب المقطع الثاني الكلمة مؤلفة من ثلاث مقاطع يجب أن تطبق حسب المقطع الثالث يعني حسب آخر حرف صوتي في الإسم هنا المين تأتي مع الأسماء تأتي معنى مين دان دين أو تانتين نلاحظ هنا أنيم دان طبقة القاعدة حسب الصوت الثالث الثالث نلاحظ أني إنجا لذلك قمنا بإضافة دان أنيم دان بينما أصلا أصلا نلاحظ الصوتي هنا أ كالن طبقت القاعدة حسب الكالن حسب الإنجا الثالث يجب أن تأتي قبلها صوتي صقيل أو 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 بينما الدان يجب أن تكون مسبوقة بصوتي إنجا خفيف أي إي أو أو أيضا هنا لدينا كلمة شانطة دان من الحقيبة دكان دان من الدكان أدنا دان من أدنا هاستراني دان ما اللحظ الكلمة هاستراني طلاب صوتي ثلاثة الصوتي هو الثالث هو الأي لذلك قمنا هنا باستخدام الدان بتوافق الصوتي مع الإنجا خاصة ندان من المشفى الصوتي هو الثالث هو الأي لذلك قمنا هنا باستخدام الدان بتوافق الصوتي مع الإنجا خاصة ندان من المشفى